بسم الله الرحمن الرحيم بيان غرفة الطواري الخاصة مصراتة بشأن استمرار العدوان على طرابلس وشرق مدينة مصراتة أبو غرين في الوقت الذي يسطل فيه أبناءنا الأبطال أروع ملاحم العز والشرف في صد عدوان الغزاة المعتدين من الفاقنر والجنجويد والمرتزقة شادية والمصريين مع مجرم الحرب حفتر في شرق مصراتة أبو غرين وعاصمتنا الحبيب طرابلس نترحم على أرواح شهدائنا ونشد على أيدي أبطالنا ونعزي دوي الشهداء ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ولأن دول محور الشر الذي تقوده دول الإمارات ومصر والسعودية لا تزال تدعم الإنقلابية حفتر على الحكومة الشرعية في ليبيا وهي شريكة في قتل الليبيين وتهجير العائلات وذلك بدعمه بالسلاح والدخائر فإننا نحمل المجلس الرئاسي كامل المسؤولية في عدم اتخاذه أي خطوات جادة وملموسة تجاه هذه الدول بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وسحب السفراء من كل الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ونستغرب تقصيره في دعم الجبهات ومحاول القتال لحسم المعركة كما نحمل المجتمع الدولية مسؤوليته في حماية المدنيين وإيقاف هذا العدوان الذي تشارك فيه دول أعضاء في الأمم المتحدة تخرق قرارات مجلس الأمن وتشارك في إراقة دماء الليبيين وندعو البعتة الأممية في ليبيا إلى سرعة التخلِّ عن حيادها المجحف والقيام بمهمتها وفق ما تقتضيه القيم والأعراف الإنسانية والدولية حفظ الله ليبيا ونصر شعبها على كل ظالمٍ مستبد صدر في مصراتا تسعة وعشرين تلاتة عشرين عشرين غرفة الطواري الخاصة مصراتا